السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة احبك يلاه للا حافظك يلاه وراعك الله يخليك ليلة ويبرتنافه لاداعة المباركة اكرمكم الله ابنتي سالي لكن ممكن بغيت نسولك غير واحد السؤال مرحبا واحد السيدة من العائلة كانت مرضت واحد الصيمانة قبل ما تموت ايه وذيك الصيمانة فاش كانت مرضت كانت مرة مرة كانت قدرت نوت باش تصلي ولكن ما كانتش كانت صلي حد كانت العائلة وذك شي ما كانش تزعف انتو الطولة تجي من باش تظلي ايه لابة واحدة بنت هكا تسول درزيان سولك اشنو غتديرش ديكسلا واش تقضيها على الوالدة ديالها ولا شنو تديرليها ايها لله وخاء ولكن ممكن استاد في الخر بيال البرنامج نطلب منك الدائلية مع اخواتي ان شاء الله يسهل عليهم وربي بالزواج يا ربي كريم يا ربي كريم يا ربي بإن الله شكرا تسمح لي ايه شكرا لك للا شكرا لك للا ايها كانت توصل معاسي برا اخونا برا شكرا لك للا نور الهدع حافظك الله وراعك اخونا سي محمد برا الان هو في فرنسا والحمد لله يقوم بمهمة عظيمة جدا في تأطير الامة والخطباء بالديار الفرنسية فهو هنا في المغرب كان عضو في المجلس العلمي المحلي بالحي الحسني وكان مجتهد في التقافة الشرعية والحمد لله عشنا معه لحظات جميلة على اثر اداعة ميد راديو ثم كان مطلوب بشيكون عنده واحد مهمة في الديار الفرنسية لتأطير الامة والخطباء وهو الان حمد لله ناجح في مهمته ودائم نتواصل معه وكي يقول لي يبلغ سلامي الحار الى كل المحبين دياله من المستمعين والمستمعات فتحية كبيرا لكم اجمعين وبرك الله في جهود اخينا سيد محمد براء للا نور الهدى اول حاجة عضم الله اجركم في هذه الفقيدة الله يرحمه وسعنا الرحمات المريض اذا كان مريض هل يصلي ام لا وهل اذا لم يصلي ممكن اذا توفي الاهل والعائلة يؤدوا عليه الصلاة من تنور الهدى كل شيء ممكن تكون فيه النيابة الا الصلاة الصلاة هي علاقة بين الله وعبده وغير الصلاة ما فيه النيابة الحج مثلا رغم انه الرقل الخامس من اركان دين وفيه النيابة واحد الصحابية قالت لي يا رسول الله ان امي قد ماتت ولم تحج اثى احج عنها قال ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال فضين الله او لا هناك النيابة في الحج لما اداش الفارضة كذلك الزكا هي رهينة بالقسط المال اللي بلغ النصاب يؤدى ولكن الصيام في خلاف بين العلماء ممن يؤمن بالقياس لقال بالقياس قاص الصيام على الحج وقال اذا الصيام توا يصم عنه اهله الورا تاك يصم عنه دك الايام او يفدون عليه اؤمن من قال لا لان لا يؤمن بالقياس في العبادات لان معروف ان الشريعة الاسلامية عندنا دائرة العبادات ودائرة المعاملات والقياس هو معمول به لكن في المعاملات متفق في العبادات في اختلاف هناك يوقع تعدد الاراء الفقهية اما الصلاة فهناك اتفاق بان ما فيهاش نيابة الصلاة هي علاقة بين العبد وربه والعبد يصلي لله فالمفروض انه لما كان مريض انه يصلي كما تفق مثل الصحابي الجليل قال يا رسول الله انني مريض وسقيم وعندي بواسير عند البواسير كان مريض لا يستطعني تحرك قال هل اصلي كيف افعل قال لي صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب قال لي لابد ان تصلي انت مريض صلي رغم انك مريض مش عذر قال لي صلي قائما وقف وصلي كيف يصليون الناس قال لي ما استطيع ان اقوم قال لي اذا صلي قاعدا دير كرسي وريح وصلي قال لي ما استطيع ان اصلي قاعدا قال لي اذا صلي على جنب استلقي على سريرك او على فراشك وصلي بعينيك واذا لم تجد هناك وضوء فتيمم ولكن يخرج منك الماء او الادى من القبر او الضبور تطهر فان لم تستطع يكفيك ان تستعمل خلق بيضاء وتجدد الوضوء او تجدد التيمم عند كل صلاة وتصلي بعينيك اما هدو وليدك مريض مرض الموت ولكن الانسان فاقد للوعي فاقد للعقل فتك مرفوع عنه القلم ما لي تكليف رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ فالانسان اللي عنده مرض عضال فقد معه الوعي هدف عدد الذي فقد عقله مرفوع عنه القلم لا شيء عليه فالان للا نور الهدى جوابا على هذه السيدة ما نصلي عليها الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوطة حتى الصلاة كفت وقتا كتموت ما عنداش امتداد في الزمن واللي فت الصلاوات بقي حي كي اكتر من نوافل وكي عود يفدي عندلك بالاكتر من الأذكار فنحن ندعي لها بالرحمة والمغفرة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدها في واسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته واسأل الله تعالك يا نور الهدى الصلاح والفلاح ولأخواتك اللهم يا رب رزقهن القبول وارفع عنهن المنوانع واختر لهن أزواج صالحين ورزقهم ذرية طيبة واسعدهم بحياة مستقبلية كلها خير وبركة جميعا قولوا معنا آمين 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 يا ربي يا كريم للا نور الهدى أول حاجة عظم الله أجركم في هذه الفقيدة الله يرحمه ويستعلى الرحمة المريض إذا كان مريض هل يصلي أم لا وهل إذا لم يصلي ممكن إذا توفي الأهل والعائلة يؤديوا عليه الصلاة من تنور الهدى كل شيء ممكن تكون فيه النيابة إلا الصلاة الصلاة هي علاقة بين الله وعبده وغير الصلاة ما فيه النيابة الحج مثلا رغم أنه الرقل الخامس من أركان الدين وفيه النيابة وحد الصحابية قالت لي رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج أثأحج عنها قال أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أولى هناك النيابة في الحج لما أداش الفريضة كذلك الزكا هي رهينة بالقسط المال اللي بلغ النصاب يؤدى ولكن الصيام في خلاف بين العلماء ممن يؤمن بالقياس لقال بالقياس قاس الصيام على الحج وقال أيضا الصيام توا يصم عنه أهله الواراتاك يصموا عنه دك الأيام أو يفدون عليه أمن من قال لا لأن لا يؤمن بالقياس في العبادات لأن معروف أن الشريعة الإسلامية عندنا دائرة العبادات ودائرة المعاملات والقياس هو معمول به لكن في المعاملات متفق في العبادات في اختلاف هناك يوقع تعدد لآراء الفقهية أما الصلاة فهناك اتفاق بأن ما فيهاش نيابة الصلاة هي علاقة بين العبد وربه والعبد يصلي لله فالمفروض أنه لما كان مريض أنه يصلي كما تفق مثل الصحابي الجليل قال يا رسول الله إنني مريض وسقيم وعندي بواسير عند البواسير كان مريض لا يستطعني تحرك قال هل أصلي كيف أفعل قال لي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جن قال لي لابد أن تصلي أنت مريض صلي رغم أنك مريض مشي عضر قال لي صلي قائما وقف وصلي كيف كي صليوا الناس قال لي ما أستطيع أن أقوم قال لي إذن صلي قاعدا دير كرسي وريح وصلي قال لي ما أستطيع أن أصلي قاعدا قال لي إذن صلي على جن استلقي على سريرك أو على فراشك وصلي بعينيك وإذا لم تجد هناك وضوء فتيمم ولكن يخرج منك الماء أو الآداء من القبر أو الضبور تطهر فإن لم تستطع يكفيك أن تستعمل خلق بيضاء وتجدد الوضوء أو تجدد التيمم عند كل صلاة وتصلي بعينيك أما هذه والدكة مريضة مرض الموت ولكن إذن فاقد للوعي فاقد للعقل فتكمل فوق عنه القلم ما علي تكليف رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ فالإنسان الذي عنده مرض عضال فقد معه الوعي هذا في عدد الذي فقد عقله مرفوع عنه القلم لا شيء عليه فالآن للا نور الهدى جوابا على هذه السيدة ما نصلي عليها الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوطا حتى الصلاة كيف توقتك تموت ما عنداش امتداد في الزمن واللي فت الصلاوات بقي حي كي اكتر من نوافل وكي عود يفدي عندلك بالاكتر من الأذكار فحنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها في واسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأسأل الله تلك يا نور الهدى الصلاح والفلاح ولأخواتك اللهم يا رب لزقنا القبول وارفع عنهن المنوانع واختر لهن أزواج صالحين ورزقهم درية طيبة وأسعدهم بحياة مستقبلية كلها خير وبركة جميعا قولوا معنا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله